يأجوج ومأجوج الخوف، الضمار، الرعب، نهاية العالم يأجوج ومأجوج اللغز الكبير يأجوج ومأجوج السر المرعب يأجوج ومأجوج الغموض يأجوج ومأجوج الذين يخرجون في نهاية الزمان فلا يبقون أخضرا ولا يابث يأجوج ومأجوج الذين يشربون كل مياه الأرض يأجوج ومأجوج هذا السر المرعب هذا الرعب الكبير إنها حلقة خاصة عن يأجوج ومأجوج وعن هذا الرعب الكبير فكونوا معنا حتى نهاية هذه الحلقة لتعرفون من هم يأجوج ومأجوج وما هو أصلهم وما هو أبيهم وما سبب تسميتهم بيأجوج ومأجوج وما هي حكايتهم مع ذي القرنين والأهم أين مكانهم ومتى سيخرجون وأهم ما في الأمر كيف سيهلكهم الله كونوا معنا حتى نهاية هذه الحلقة ولنبدأ على بركة الله يأجوج ومأجوج هذا السر المرعب الخطير قرأنا في هذه الأيام بعض الأشياء الغريبة والعجيبة الذي يقولون فيها أن يأجوج ومأجوج قد خريوا بالفعل إنهم يخرجون من الزلازل والبراكين والكهوف وكتب بعض الناس أنه ليس مستبعدا أن يكون سبب زلزال تركيا وسوريا هو يأجوج ومأجوج ربما هو كلام غير علمي ولكن قد قيل فيه إشارات إلى أن يأجوج ومأجوج قد خرجوا بالفعل أو اقترب زمان خروجهم إذن من هم يأجوج ومأجوج؟ من هو أبيهم من نسل من يأجوج ومأجوج؟ يأجوج ومأجوج هم من نسل يافث ابن نوح عليه السلام وكانوا كثير العدد وقد ملك يافث مشرق الأرض من قارة آسيا وكانوا متواجدين في هذه المنطقة بأعداد كبيرة وكانوا مفسدين ويأكلون الأخضر واليابس ولكن ما هو سبب تسميتهم بيأجوج ومأجوج؟ هناك ثلاث احتمالات الأول أن يأجوج ومأجوج هما إسمان عبريان لا تصريف لهما السبب الثاني يأجوج ومأجوج من الأجيج أي النار المشتعلة والسبب الثالث من الأجيج أي الماء المالح شديد الملوحة والمرارة ما هي صفات يأجوج ومأجوج هذه الصفات المرعبة؟ صفات يأجوج ومأجوج صغار العيون والأنوف ذات عيون دائرية عريضة لهم شعر أسوت فيه حمرة لحومهم كبيرة ووجوههم غليظة بأطوال مختلفة قد يصل طول الفرض فيهم إلى طول النخلة وقد يصل أيضا إلى ما دون القزم وأعدادهم غفيرة جدا لا يموت الشخص فيهم إلا ويرى من ذريته ألف من الذكور وهم بالنسبة لعدد الأرض حين يخرجون واحد لتسعة يعني عدد سكان الكرة الأرضية كله سواء كانت 8 مليار بالنسبة ليهم يساوي واحد فقط وهم بيساوي تسعة بالنسبة لسكان الأرض إيه حكاية يأجوج ومأجوج مع ذي القرنين ذي القرنين هنعمله حلقة خاصة لوحده وهو من الملوك الأربع الذين ملكوا الأرض ووصل إلى مطلع الشمس فليجي قوم عند مطلع الشمس يعانون من الخوف والظلم من مين من يأجوج ومأجوج اللي هما من ناس ليافف ويقولون أن القوم دول اللي كانوا بيعانوا من الخوف هما ولاد عمهم وكانوا يأجوج ومأجوج دولا بيعيشوا بين جبلين يعني جبل وجبل وهم عايشين وسطاني فطلبوا الناس دولا من ذي القرنين أن يعمل لهم سد سد علشان ما يتعدوش عليهم لكن ذي القرنين قال لك لو عملت سد السد ده سوف يتسلقون هذا السد وجالوا لذي القرنين إحنا هنعطيك فلوس وهنعطيك اللي انت عايزه على أن تجعل بيننا وبينهم سدا يقول ربنا سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا ذي القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا خرجا يعني ندي جزء من الخراج بتاعنا من المال بتاعنا علشان تعمل بنا وربنا هشوف يعني موجود في القرآن الكريم إن يأجوج ومأجوج كانوا موجودين بالفعل مش عكس ما بيقولوا إن يأجوج ومأجوج دولا عبارة عن تكنولوجيا وتقدم وهم فيروس كورونا لا ده كلام دولا موجودين بالفعل لناء بشر من ناس يافث ابن نوح فماذا كان رد ذي القرنين جال لهم أنا مش عايز منكم حاجة اللي ربنا عطهولي أفضل من اللي انتها تعطهولي أنا هعملك السد ولكن بشرط يا ترى إيه هو الشرط ده جال لهم إنكم تساعدوني بما أوتيتم من مقومات طبيعية فوافقوا إنهم يساعدوا فجلنا ذي القرنين ما عملش بينهم سد لأنهم سوف يتسلقون السد كان زكي لما الجيهم محصورين بين الجبلين فجلك يعمل عليهم ردم يعني يردمهم علشان يفضلوا في باطن الأرض ما يقدروش يخرجوا فجل الناس دولا آتوني زبر الحديد يعني قطع الحديد فجاب الحديد وجاب الحجارة عشان نعرف السد تعمل إزاي جاب الحديد وجاب الحجارة وحطوا بين الجبلين وأشعل فيه النار حتى ذاب الحديد وبعدين جاب النحاس المذاب وصبوا فوق الحديد فأصبح ردما متينا فكل يوم هم يحاولوا يخرجوا من هذا الردم فيحفر أنفاق يقال أنهم وصلوا إلى باطن الأرض لكنهم لا يخرجون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى المهم أين مكان يأجوج ومأجوج مكانهم أين فيه كتاب اسمه رحلة ذو القرنين إلى المشرق الكتاب ده لكاتب اسمه عبدالله شربجي بيقولك أن مكان السد أو مكان الردم اللي عملوا ذي القرنين ده موجود غرب بلد اسمها قرغستان وشرق أسباكستان بأسيا الوسطى ولكن ده مجرد تكهنات يعني ليس هناك دليل علمي لوجودهم في هذا المكان يعني نقول الله أعلم بمكانهم خاضوا حربين وينتظرون الحرب الثالثة وده كلام مهم جدا الحرب الأولى اللي خاضوها هي الحرب اللي هي من بدء الخليقة قبل بدء الخلق الثاني يعني قبل طفان سيدنا نوح أنه هم أفسدوا في الأرض وبعدين جيه زيل قرنين زيل قرنين عمل عليهم ردم وأنهى وجودهم في الأرض دي الحرب الأولى الحرب الثانية يقول العلماء أن الحرب الثانية الذي خاضها يأجوج ومأجوج والقوم بتاعهم هم المغول أو التطار يقولون أن المغول أو التطار هم من نسل يأجوج ومأجوج نظرا لتطابق الصفات اللي احنا ذكرناها عليهم أن هي الأنوف المفلطحة والعيون الصغيرة يعني الصفات بتنطبق عليه فبيقولون أن التطار والمغول كانوا من ناس ليأجوج ومأجوج وطبعا إحنا عارفين أن جينكيس خان قتل الملايين وعارفين أن بعد جينكيس خان تولى حفيده لكو وهم اشتاحوا الأرض من شرق آسيا ولم يذروا شيئا وأحرقوا الأخضر واليابس في طريقهم حتى أن الخلافة العباسية نفسها سلمت ليهم الأمر فضلوا ماشيين ويهلكون كل شيء في طريقهم لحد ما وصلوا فين لحد ما وصلوا مصر العظيمة أم الدنيا في مصر ليجيو مين؟ ليجيو اتنين من عظماء هذه المرحلة بيبرس وقطز وكانت الدولة المملكية هم الوحيدين اللي تصدوا لهم في موقعة عين جالوت وهزموهم هزيمة منكرة وأبادوهم عن بكرة أبيهم دي الحرب الثانية الحرب الثالثة وهي التي سوف يخوضها يأجوج ومأجوج مع البشر لما يخرجوا آه لما يخرجوا إذن خروجهم هيخرجوا إزاي يأجوج ومأجوج قلنا كل يوم يأجوج ومأجوج يحاولوا يعملوا أنفاق ويبحثوا هنا وهنا وهنا ويحفروا فكل يوم يبلهم ضوء الشمس يقول لك خلاص قربنا فيرجع يقول لك نرجع بكرة لما يرجعوا تاني يوم يلاقوا السد الردم زي ما هو بإذن الله سبحانه وتعالى نفس الكل وهكذا 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 من أيام زي القرنين لحد القائد بتاعهم ما يجي في يوم يأزن فيها الله سبحانه وتعالى يلاقوا ضوء الشمس فالقائد بتاعهم يقول لهم عودوا غدا سوف تخرجون بإذن الله لأن ربنا أزن في هذه المرحلة فيرجعوا بكرة فيفتحوا فيخرجوا حين يخرجوا يأجوج ومأجوج يكون الخوف والضمار والوعيد والويل للبشرية بأكملها سوف يحرقون كل ما في طريقهم يشربون مياه الأرض جميعا سوف لن يذروا أخضرا ولا يابسا في طريقهم وبعد أن يهلكون كل ما في الأرض يصوبون سهامهم إلى السماء ويقولون لقد قتلنا جميع من في الأرض فهيا بنا لنقتل من في السماء يصوبون سهامهم نحو السماء فيعيدها الله عليهم مخضبة بالدماء فيعتقدون أنهم قتلوا من في السماء لا يسفكون الدماء ويشربون لا يذرون شيئا على الإطلاق حتى إنهم لما يمروا على بحيرة علشان يشربوا على بال ما يشرب أولهم ويجي أخرهم تكون البحيرة جفت تصور العدد العدد فضيع جديه يقول لك العدد الكوكب بتاع الأرض كله بالنسبة لهم واحد من عشرة يعني هما بيمثلوا تسعة والكوكب بيمثل واحد يقول لك لا يموت الرجل فيهم حتى يرى من ذريته ألف زكر شوف الأعداد المهولة الفضيع الرهيبة جدا التي لا تحصى ولا تعد ويخرجون من كهوف الجبال ومن الزلازل ومن البراكين ثم لا يبقى في الأرض غير سيدنا عيسى وأتباعه شوف أهلكما في الأرض لا يذرون أخضرا ولا يابسا في طريقهم يعني ما يعرفوش الرحمة على الإطلاق ما يبقاش غير سيدنا عيسى وأتباعه سيدنا عيسى يعتصم بأتباعه فين في جبل الطور في سيناء فيغلبوا ويشعرون بالجوع والعطش فيلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى ويدعون الله أن ينقذهم هنا بقى هنيجي إلى هلاك يأجوج ومأجوج كيف سيهلكهم الله سبحانه وتعالى يستجيب الله لسيدنا عيسى وأتباعه ويرسل عليهم دود هذا الدود يعضهم في رجبتهم أو يدخل في رجبتهم فيموتوا يموتون عن بكرة أبيهم لا يبق الله فيهم شخصا واحدا فلما يخرج سيدنا عيسى عليه السلام إلى الأرض لا يجد موضعا لقدمه إلا وبه جسس يأجوج ومأجوج تصور أنا عايزك تصور الرعب تصور العدد الرهيب مفيش مكان في الأرض يقدر يحط فيه رجل سيدنا عيسى إلا وبه جسس من يأجوج ومأجوج ونسلهم شف الرعب شف العدد الفضيع اللي لا يتخيله عقل بشري فيدعون الله أن يخلصهم من هذه الجسس فيرسل الله طيرا ذات رقبة طويلة عند رقبة طويلة فيأخذ اليسس ويذهب بها إلى حيث يشاء الله سبحانه وتعالى ثم يدعو عيسى وأدبعه الله أن تنبت الأرض فينزل مطرا من السماء يغسل الأرض ثم تنبت الأرض وترجع على هيئة الصلاح مرة أخرى هذا ما كان من رعب يأجوج ومأجوج ومن هذه الحلقة المليئة بالرعب من يأجوج ومأجوج وكل الكلام ده موسق وموجود موجود يعني في المصادر التاريخية تقدروا ترجعوا ليه كامل كل ما أطلبه منكم أن تبرطجوا هذه الحلقة على أوسع نطاق للجميع لنعرف حقيقة يأجوج ومأجوج وهذه الحلقة المرعبة الغريبة الفريدة من نوحة وانتظرونا في حلقة أخرى كلها إثارة ومتعة وتشويق ما تنسوش تبرطجوا الحلقة وأقول لكم في النهاية وإيه وشكرا